الله لما أراد أن يفدي البشرية عمل كل ده أخلى ذاته أخلى ذاته أخلى شكل العبد ووجده في الهائية كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب كل ده علشان خاطر يفدي الإنسان يفديه من الهلاك الأبدي من حكم الموت الأبدي من الخطيئة الجدية التي تورصناها عن أبونا أدم ونحوة أراد أن يفدي الإنسان تعاملتك في الداء بدأها المسيح لما أجد بالتجسد وأكملها على الصليب وأتمها بقيامة المقدسة من الأموات الأحبائي لذلك القيامة في غاية الأهمية وإذن كيسا أجسدت هذا المعنى زي ما قلت لحضراتكم بأنها تحتفل خمسين يوم متصلة بعيد القيامة المجيد ما فيه الصوم خالص ما فيه الصوم الثانيات اللي حان كلها فريحي ما فيه الصوم أربعة وجمعة كل ده عشان بتأكد للناس حقيقة أهمية قيامة البسيحة المجد اللي أتم بها فدأنا من الهلاك الأبدي وعطانا عربون دخول الحياة الأبدي نشكر الله نشكر الله على هذه النعمة العظيمة المجدية اللي أعطانا المسيحة المجد بقيامة المقدسة النقطة الثانية المهمة جدا اللي بتأكد بما لا يدع مجال لأي شك عن حقيقة لهوت السيد المسيحة المجد أنه بالحقيقة الله الذي ظهر في الجسد أيوه قيامة المسيح طبعا المسيحة المجد لا يوجد أحد أقومه وقال إنقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أنا ليس أحد غيري لا يوجد أحد أحد أقومني أنا في ثلاثة أيام أقومه ابن الإنسان يسلم الله يقوم بإرادته فالمسيحة المجد قام بإرادته كمان اللي يتلهوته أن المسيحة المجد لما قام لم يماتش تاني فيه ناس ماتت وقامت بمعجزات زي العظر مثلا مات وقامت بمعجزات كل الناس اللي تعامل معهم معجزات بعدما ماتت وقامت رجعوا ماته تاني الوحيد في الكون كله المسيح له المجد هو لما مات ما ماتش تاني أم الأموات ده مش كده وبس وصعد إلى السماوات حيان وقدام عين تلميزه يقول الكتاب وفيما هو يتكلم معهم بصوا العرب يتفع عنهم إلى السماء أعدوا شخصين 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 يمكن يزيل تاني في الزفول طبعا من اللي بيحسر ده إنسان يطلع كده إيه ده ده حاجة عجيبة جدا ما شاهاش ولا سين معانا لغاية ما اختفى عنهم وبرضوا فضلين بصين الملايكة جمع قالوا أيها الرجال ما بأ لكم الشخصين هكذا إلى السماء إن يسول هذا الذي رأيتموه منطلقا إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه حيجي بالطريقة الثانية المسيح لو لم يكن هو الله بالحقيقة الذي ظهر في الجسد كان حيطلع قدام تأيه أم الأموات بإرادته ويخرج من القبر والقبر مغلق تماما والحراس موجودين ويسعد إلى السماء قدام تناميزه الأطهار بعد كده بعد ربين يوم وقدام عنيهم مش في السر ولا في الخفى بإرادته وقال كده طالع لا سيم الوصول بقوله تعالى لي ولا الله قال له ما هو الله للظرف الجسد فإذن هذه المعجزة تؤكد بما لا مجال الشاك ومعجزة القيامة للمسيح والماجد أنه الله للظرف الجسد لا يمكن يغلب من الموت أي إنسان بيموت ويقوم بالأموات بيموت تاني كل الأنبياء ما فيش نبي في الدنيا من ساعة ما ربنا خلق أبونا آدم حتى الآن مات نبي مات وقام ورجحس يموت تاني كله مات وخلاص وانتهى الموضوع على كده شفته نبي في الأنبياء لما بيموت بيحرصوا الكبر بتاعه ويجبوا له حراس هيحرصوا إيه شوية عضموا شوية بتعطراب لكن المسيح والماجد يجبوا له حراس ليه عشان كانوا متأقنين من الكلام اللي كان طالع المسيح قال لهم في اليوم الثالث حقوم في خاف فقالوا لأكلوا حراس القبر عشان نضمن لما يجوش ترقوا جسدوا فكروا من باشا ليه وقالوا ده قام تبقى غصبنا عن الكل وأعلن قدام الكل وظهر للكل وهكذا كانت زفرات السعيد المسيح بعد القيامة